مصائب قوم عند قوم فوائد فانخفاض العملة الروسية جراء تراجع أسعار النفط جعل الاقتصاد الروسي يعيش وضعا صعبا لكنه من جهة أخرى جعل السياح الصينيين يستغلون فرصة زيارة العاصمة الروسية موسكو والاستمتاع بمعالمها السياحية لقد أتيت إلى روسيا كسائحة أتيت تحديدا لرؤية الثلج الذي لم يسبق لي وأنا رأيتها الكثير من الصينيين يأتون إلى هنا بعد انخفاض الروبل تراجع الروبل أثر إجابا على السياح عند صرف عمولاتهم الأمر الذي جعلهم ينفقون أموال ضخمة أثناء صفرهم إلى موسكو التي أصبحت وجهة مفضلة للسياح الصينيين بالتزامن مع تحسن العلاقات الروسية الصينية لقد تصاعدت دفق السياح من الصين بنسبة 63% خاصة المجموعات السياحة التي تشكل حوالي 50% من العدد الإجمالي للسياحة أعين المحللون أن تراجع العملة الروسية جعل أسعار الفندق والأكل ومختلف المرافق السياحية في متناول السياح الصينيين الذين أكدت تقارير أن مصاريفهم في موسكو بلغت مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 موسيقى 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 شكرا